وخلال اجتماع مجلس الوزراء استعرض وزير المالية أحمد كوجك تقريرا حول الأداء المالي للعام المالي 2023-2024 أوضح تقرير أن الموازنة حققت فائدا أوليا قدره 857 مليار جنيه مقارنة بنحو 164 مليار جنيه في العام المالي السابق وذلك على الرغم من الصدمات التي أثرت على النشاط الاقتصادي لعفتا إلى أن وزارة المالية قامت بتلبية مختلف احتياجات قطاع التعليم والتي بلغت نحو 256 مليار جنيه كما أتحت احتياجات قطاع الصحة والتي بلغت نحو 180 مليار جنيه أشار التقرير إلى أن الخزانة العامة سددت مستحقات صندوق التأمينات والمعاشات التي بلغت 185 مليار جنيه كما سددت كافة المستحقات الخاصة بدعم السلع التموينية بقيمة 133 مليار جنيه بجانب زيادة أجور ومرتبات العاملين بأجهزة الموازنة وتوفير مخصصات كافية لمختلف بنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية ساهم في زيادة المصرفات بمعدل نمو سنوي قدره 37.4%